معكم مشاهدين في هذه التغطية الحية والمباشرة لأداء الحجاج مناسكهم في يوم عرفة فقد أدى حجاج بيت الله الحرام مشاهدين اليوم صلاتي الظهر والعصر في مسجد نبرة وذلك بعد توافد ضيوف الرحمن منذ وقت مبكر إلى المسجد الواقع في مشعر عرفات حيث استمعوا إلى خطبة يوم عرفة ثم أدوا الصلاة جمعا مقدما بأذان واحد اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ألقى فضيلة الشيخ الدكتور بندر بليلة إمام وخطيب المسجد الحرام خطبة يوم عرفة واستعرض فيها فضل الإحسان على العباد والبلاد كما تطرق لأهمية تكافل المجتمع والتوادي والتراحم وأشار إلى حرص الملك سلمان وأولي العهد على سلامة موسم الحج من أن يكون محلا لانتشار الأمراض أو يكون بؤرة للوباء وأن يقام بشكل صحي يحقق متطلبات الوقاية والتباعد تحقيقا لمقاصد الشريع